على التهاتف زميلنا العزيز كريم أحمد مرسل قناة النادي الأهلي من فندف مقر إقامة فريق الأهلي عشان يكلمنا عن الأجواء هناك صواح الفل عليك صباح الفل على زميلتي العزيزة طبعا نهواند وصباح الفل على زميلي كريم وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان تحدي جديد النهاردة لفريق النادي الأهلي في بطولة كأس مصر الأهلي والترسانة في دور 16 على استاد الأهلي في تمام الساعة 8 مساء إن شاء الله بإذن الله العادة كل التمانيات لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة فرصة كبيرة النهاردة لكل اللاعبين النهاردة اللي ما بتشاركش خلال الفترة اللي فاتت النهاردة هتاخد فرصة كبيرة ويمكن كمان بشكل عام يطمن الجهاز الفني على أداء اللاعبين وحالة اللاعبين النهاردة يمكن عارفين طبعا فريق الترسانة عنده طبعا مشاكل كبيرة جدا سواء في بطولة كأس مصر أو في بطولة الدورة طبعا بنسباله لكن كل الأمور دي يعني النادي الأهلي لابد نحطها في الحسبان بشكل كبير لأنه بنأكد كل مرة أي فريق بيقابل النادي الأهلي بيكون مباراة بطولة بيقابل نادي القرن فيمكن بيطلع كل اللي عنده طبعا باللغة الكرة فأكيد المباراة بيكون صعبة بشكل كبير جدا محتاجة جهد محتاجة تكاتف محتاجة شغل فني كبير خارج الخطوط لكن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يكون كل الأمور مهيئة لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة النهاردة يمكن كالعادة بنكون متواجدين في فندق الإقامة بننقل كل الأخبار والكوليس الخاصة به فريق النادي الأهلي يمكن مستر ينيفايلر أمس عقب انتهاء المران اختار 18 لاعب مع الظروف الصعبة اللي بيمر بها فريق النادي الأهلي من إقافات وغيابات عديدة جدا فأكيد 18 لعب إن شاء الله النهاردة أي حد يكون متواجد في الحداشر في التشكيل الأساسي بإذن الله يكون موفق في هذه المباراة وبذكر معكم سريعا قائمة فريق النادي الآلي في حراسة المرمى مصطفى شبير حمز علاء أحمد فتحي محمد هاني ياسر إبراهيم محمود وحيد جونيور أجيه حمدي فتحي محمد مجدي أفشا جيرالدو كهربا عربي بدر محمد فخري محمد شكري حسين الشحات ديانج باتجي مروان محسن على الجانب الآخر طبعا الغيابات اللي ممكن زي ما بنقول يعني إن شاء الله متواجد مؤسرة النهاردة الفريق النادي الآلي على رأسها طبعا يعني لي الراحة بقى مش هنقول بقى للإصابة أو كده لا الراحة يمكن محمد شناوي حرس مرمى منتخبنا الوطني وقع للنادي الآلي نهاردة يمكن مستر مايكل بيحاول أن هو يريحه النهاردة ويمكن فرصة كبيرة النهاردة المصطفى شبير بإذن الله النهاردة يكون موفق أداءه أكتر من راعب بالنسبة للتدريبات فمحتاج ياخد فرصة وكل مرة بنقول المباراة هي اللي هترجع فورمة اللعيبة وهي اللي هتدخل اللعيبة في أجواء المباراة لنهاردة يمكن زي ما بنقوله على رأس الغيابات الشناوي أحمد الشيخ كمان يمكن بيشعر بإجهاد غياب عن مران الأمس يمكن أدى جرع تدريبية بسيطة جدا عنده إجهاد عام مشتكى منه فأكيد الجهاز الطبي يحاول أن هو يطعن يجنبه من هدية المباراة أيضا كمان وليد سليماني اللي ينسى بشتكي حتى هذه اللحظة من ألم فيه الدولة ويمكن عنده ألم بسيطة جدا في الظهر لكن ماشي على جلساته وماشي على تدريبات خفيفة جدا بإذن الله عقب انتها دي المباراة يشارك من جديد في التدريبات الجماعية ويبقى لدور إن شاء الله في المباراة القادمة في الدورة العام مباراة المقاولون العربيان نضم كمان لها الغيابات علي معلول اللي تنسع مع الكابتن سيد عبد الحفيز قبل أيام بسيطا هو يكون متواجد في تونس لقضاء أجازة ثم ينتضم منبشارة لمنتخب بتونس إحنا زي ما أكدنا قلنا يمكن الأجندة الدولية فيها لعيبة كتير جدا يعني زي ما قلنا جيرارد وعلي معلول إن شاء الله بإذن الله كل اللعيبة دي يكون موفقة فيه منتخباتها وما يبقاش فيه إصابات لأن عندنا الحلم الكبير اللي بنانكد عليه كل مرة هو هي البطولة الأفريقية أيمن أشرف عمر الصلية طبعا 3 إنذارات من رفقده من الره فيها هذه المباراة وعلي لطفي حتى هذه اللحظة خلاص قلنا النتيجة السلبية أو المسحة اللي أجراها أكثر من مسح علي لطفي أجراها مسحة سلبية الحمد لله لكن حتى هذه اللحظة لسا ما بشاركش فيه التدريبات الجمعية إن شاء الله بإذن الله مع يوم الجمعة لأنهي ممكن الخميسة يكون راحة لفريق النادي يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله يبدأ علي لطفي من جديد يشارك في هذه المباراة كل الأمور الحمد لله ماشي بشكل مطمئن لفريق النادي الآلي كالعادة طبعا يمكن جمهور النادي الآلي حافظ بها خلاص يعني معادة الفطار ومعادة الغدى الفطار بيكون عشر صباحا أن الغدى بيكون واحدة دورا محاضرة فنية أخيرة هنا بيفوند اللقاء ما يكون ساعة ستة إلى خمسة ومباشرة الخمس دقائق تنتهي المحاضرة ستة وخمسة أو ستة وعشر بكتير يتحرك النادي الآلي إلى أستاذ الآلي إن شاء الله ل Vereستابل هذه المباراة بإذن الله filly يكون موفق النادي الآلي يقدر أنه يحصد هذه المباراة مباراة صعبة جدا لفريق النادي الآلي نظره ليها مباراة كاس فلابد يكون فيه يعني محزوم وليجب أن يكون فيه حد كاسبان فإن شاء الله بإذن الله كل لعبة النادي الآلي بالإذن الله يكون على قدر المسئولية وإن شاء الله كمان مستر بيلر يكون موفق في اختيار التشكيل لساعة فريق النادي الاهلي بإذن الله على هذه المباراة برجع لكم الجديد في الاستوديو كل الشكر للزميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الاهلي من فندق مقر إقامة الفريق الأول للنادي الاهلي لكرة القدم شكرا جزيلا لي